فقرات ومساحات صباح الشروق التقرير القادم عن شجرة الهشاب متابعة شجرة الهشاب من الأشجار الاقتصادية الهامة في السودان حيث توجد هذه الشجرة في حزام السمغ العربي الممتد بين خطي عرض 10 إلى 14 درجة شمالا وتشمل ولايات كردفان ودارفور والنيل الأبيض والنيل الأزرق وكسلا تستخدم شجرة الهشاب في حضب الحريق وعمدة المباني وكذلك علف للحيوان ولها المقدرة على زيادة خصوبة التربة من خلال تذبيت النيتروجين وتقايم عمليات التعريع كما أن للمحصول الذي يخرج منها بعد عملية طق الهشاب وهي عملية شرح جزوع الأشجار لتكوين عصارة السمق بعد تعرضها للهواء وتتكون وتتجمع في أشكال مختلفة ويطلق عليها كعقول السمق وصمغ الهشاب يعتبر من المحاصيل النقدية الهامة في السودان وتختلف الانتاجية حسب الظروف البيئية والمناخية والأمطار ونوع التربة هذا بالإضافة لتأريخ الطق وهو يشكل دعامة أساسية من دعامات الاقتصاد الوطني وتساهم عمليات طق وجن السمق العربي في رفع معدلات دخل الفرد يدخل السمق بصورة واسعة في كثير من الصناعات خاصة الغذائية والأدوية بجانب صناعة الحلويات ويدخل في صناعة بعض أحبار الطباعة وصناعة الطلاة الزجاجي والورقي يستخدم في تنقية بعض المعادن وأخيرا أصبح يستخدم كمكمل غذائي عند بعض خبرات تغذية العالمية يأتي السمق العربي في المركز الثاني من حيث صادر بعض القطن ولاية شمال كردوفان بموقعها داخل حزام الصمغ العربي تتميز بكثافة إنتاجيته وهذه جعلتها تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الصمغ من بين ولايات السودان وترد كميات كبيرة من إنتاج ولايات كردوفان ودارفور من الصمغ العربي إلى سوق محصولات الأبيض الذي يشكل أكبر بورصة للصمغ العربي في العالم طبعا شجرة الهشاب أو الصمغ العربي في العالم بينتج 70 إلى 85 من الإنتاج العالمي ومعظم الصمغ العربي في سودان من شجرة الهشاب شكرا جزيلا على هذا التقرير